اشتركوا في القناة في كل فيديوهات راح تكون موجودة في كل الابراج راح اكون وضعها في كل الابراج في كل بداية التوقعات لاني بشرح فيها اشياء خصوصا في اشخاص بيجوا بيسمعوا بسبرجهم لحالهم فما بقدر اضل اعيد نفس الكلام فبسجل المقدمة هاي بحطها انا في المقدمات اول اشي انا بعمل مقدمة بعمل الجزء الثاني بكون منها اللي هي حركة الكواكب وتنقل القمر والزوايا وخلو المسار وتأثيرات الكواكب الكاملة اللي بتأثر عليك بالفترة هاي ايجابيتها ونحوسيتها ممكن ما تتوافق معك ممكن انت تتشائم من اللي انا بحكيه ممكن اكون قاسي في بعض الكلمات ما رح اجاملك لاني انا بعطيه الاشي اللي انا بشوفه صحيح ما هذا رأيي انتي ما حبك رأيي ما حبك اسلوبي عادي بتنزل بتعملي ديسلايك بتسب علي وبكومنت وبتسحب حالك وبتطلع من القناة وترجع لهاش مرة ثانية اذا حبك الاسلوب هاد وعجبك الاسلوب هاد بديش تحط لي لايك بديش تحط لي كومنت بديش تحط لي سبسكرايب بديش تشترك بالقناة بس المهم اني انا وصلت الفكرة وفيتك بالمعلومة وعطيتك معلومة صح اللي بترضي ربنا وبترضي ضميري طيب القسم الثاني بكون حكينا احنا عن حركة القمر والزوايا اذا في زوايا بتكون ايجابية او سلبية من القويات ايه برضو الخلو والمسار حركة الكواكب هاي وبعديها بيجي الجزء الثالث اللي احنا بنحكي تأثيرات القمر بالتوقعات الاسبوعية ماشي هاي وحدة اتنين ياريت انك تسمع برجك وتسمع طالعك يعني بتسمع البرج الشمسي تبعك وبتسمع الطالع تبعك اللي هو بتحكم او بعطيك الصفات الشخصية تاعتك لانه ممكن هاضي يعطيك صفات بتنطبق عليك وهذا بعززها بشكل اكثر فانت بتطلع بالتوقعاتك الشخصية ما بتعرف طالعك حاطلك روابط انا في صندوق الوصفة كيف تعرف طالعك وكيف تطلع طالعك وكيف تستخدم جدول لاستخراج طالعك بتعرفش الوقت في صفات كل الطوالع الصفات العامة شوف الصفة اللي بتناسبك بتعرف الساعة انت لحالك وبتستخرجها لحالك ما عرفت برضو اكتب يعني تاريخ ميلادك كامل يوم والشهر والسنة مع ساعة الميلاد مكان الولادة بتعليق في اشخاص موجودين بتدربوا او بتعلموا فهم بساعدوك في هذا الموضوع في اشخاص بقولك بلها المقدمة مقدمتك طويلة زهقتنا ادخل في الموضوع يا اخي في اشخاص موجودين بتعلموا في اشخاص بهمهم المقدمة في اشخاص بتسمع المقدمة في اشخاص بتسمع الفيديو من اوله لاخره ما بقدر انا ارضي ذوقك انت او اسلوبك انت أو الإشي اللي برضيك أنت وأرفض الباقيين فعشان هيك أنا بعطي حقي في الفيديو هذا أو في التسجيل عشان أرضي الجميع فأنت عادي يمشي الخط من تحت هيك بطلع لك كلمة برجك أنت مكتوبة من عندها اسمع البرج تاعك أما أنك أنت بدك تغير أو أغير على هواك لا اكتب رأيك بتعليق أنت والله أنا شفت فيه ناس كثير تفعلت على الموضوع وحطت لايكات عليه أو أي كلام حطت عليه بدهم الأسلوب هذا أنا أتبعه على رأيي الأكثرية أنا بأخذ ماشي عشان نكون متفقين من البداية أنت شوي هيك عصبي ومزاجك حاد وما عجبك أسلوبي وحسيت أني أنا دفش أو فض بالكلام أو كثير كلام أو هاد عادي يكتب لي في تعليق تحت وأنا باستقبل انتقادك بشكل مؤدب ولكن إذا فيها شتائم ومسبات وهان لا راح أستقبل كلامك بأسلوب بليغ في كلامك بلكوا كل الاحترام والتقدير باعتذر عن شوية الشد خلينا نروح على توقعاتنا ونشوف إيش اللي بدها تصير الحركة الفلكية خلال فترة هذا الأسبوع أو العشر أيام اللي أنا راح أحكي فيها التوقعات طبعا القمر راح يتنقل على أكثر من برج خلال الفترة Hoy uh ف عنه من اليوم الخاميس لغاية الفجر يوم السبت 25 الشهر القمر راح يكون موجود بالعذراء من فجر يوم السبت ولغاية صباح يوم الاثنين القمر بكون موجود في الميزان من صباح يوم الاثنين ولغاية صباح يوم الاربعاء بيكون في العقرب من صباح يوم الاربعاء ولغاية ظهر يوم الجمعة بيكون في القوس من ظهر يوم الجمعة وما بعد بيكون موجود بالجديد طبعا بالنسبة لخلو المسار خلو المسار هاي فترة سلبية جدا بتصير دائما بانتقال القمر من برج لبرج يفضل فيها انه انت ما تكون باي شيء مهم او ضروري او شراء اشياء مهمة بالنسبة لالك او عقد او زواج او توقيع لخطوبة او زفاف او اشياء مهمة كلها لانها هاي الفترة بيكون فترة خلو المسار هي فترة نحسة جدا بتأثر على هاي الاشياء دائما بنتائج سلبية بعد فترة فبالنسبة لخلو المسار اللي راح يكون او الفترات خلو المسار لكل انتقالات القمر بالفترة القادمة اول خلو مسار راح يكون يوم الجمعة اللي هو اربع وعشرين الشهر راح يبدأ من الساعة احداعش وسبع دقائق بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام اه فجر يوم السبت اه خمس وعشرين سبعة تمام الساعة اه وحدة وثلاثة وخمسين دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني صباحا اما بالنسبة لخلو المسار الثاني بيكون يوم الاثنين سبعة وعشرين الشهر بيبدأ من الساعة واحدة وثمان دقائق فجرا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى صباح اه يعني ساعات الصباح اللي هو الساعة اربعة وحدة عشر دقيقة بتوقيت جرينيتش اما بالنسبة لخلو المسار الثالث راح يكون يوم الاربعاء التسعة وعشرين الشهر بيبدأ من ساعات الصباح ساعة اربعة ودقيقة بتوقيت جرينيتش وحتى ساعات صباح يعني برضو ساعات الصباح يعني المدة بسيطة جدا بالنسبة لخلو المسار اللي هي لساعة سبعة واربع وعشرين دقيقة بتوقيت جرينيتش. طبعا بالنسبة لخلو المسار الرابع شوي هذا بده شوي التركيز للحساب من اخر ساعات يوم الخميس على الجمعة اللي هي عند منتصف الليل بيصير عندنا خلو المسار اللي هو ساعة 12 و 7 دقائق يعني اول دقائق من يوم الجمعة بعد منتصف الليل ورح يستمر طول يوم الجمعة لغاية الساعة داعش و 58 دقيقة ظهرا بتوقيت ايرينتش خلينا نروح على حركة الكواكب ونشوف حركة الكواكب لكل برج ايش رح تأثر علينا بالفترة القادمة او رح تركز الاهتمامات على ايش او بعطيك طاقة في ايش ايجابيا وسلبيا برج الميزان طبعا بما ان الشمس صارت موجودة في برج حليف العلاك اللي هو الاسد فهو بيدعمك على مستوى علاقاتك معارفك اصدقائك بتنشط بالفترة هاي بالعلاقات الاجتماعية والتواصل دعوات لحضور حفلات مناسبات لقاءات اصدقاء جدد بدخلوا حياتك اشخاص بساعدوك في بعض المسائل برضو انهم علاقة بمعارف جدد او اصدقاء قدامى ممكن يظهر صديق قديم على الساحة من اول وجديد بالفترة هاي وتكون العلاقة جيدة ما بينكم اما بالنسبة لعطارد اللي موجود في البيت العاشر فهو بدعمك للدفاع بشراسة عن امور بتتعلق بسمعتك او بتتعلق في مكان عملك او بامور الها علاقة بنقاشات ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل بتفرض حالك بقوة وبتدافع عن نفسك بشراسة وبرضو عندك قدرة لتطوير اي عمل بوسرعة بديها عالي جدا لتجاوز اي مصاعب اما بالنسبة للزهرة فهي في بيتك التاسع بتعزز من الاشخاص اللي عندهم امتحانات او مقابلات بتفتح مداركك على الدراسة او على الدورات او على مشروع معين او على افكار الها علاقة بالاستراد والتصدير او المراسلات او علاقة بتتطور ما بينك وبين اشخاص خارج البلاد ممكن انك تحل برضو بعض المسال اللي لها علاقة بالاوراق والمعاملات القانونية اما بالنسبة للمريخ فموجود في البيت السابع وهذا يعني هو ماشي برج حليف لا اليك ولكن مقابلة فهنا بداعا من علاقتك او بطور من العلاقة ما بينك وبين شركاء المال والعاطفي ولكن بالمقابل بعطي نوع من انواع الانفعال والعصبية في بعض المواقف والرغبة بالسيطرة على الشريك بالفترة هاي فهي ممكن تحدث بعض الخلافات والمشاكل وتصاعد الخلاف ما بينكم اما بالنسبة الى الجدي طبعا معروف انه زحل المشتري بلوتو بتراجعوا كلهم في بيتك الرابع فهذا شوي بسبب بعض الخلافات او القلق على امور الها علاقة بالبيت او بامور الها علاقة بالعقارات او خسارة عقار معين مشكلة في سكن معين خلاف ما بينك وبين احد افراد العائلة مشكلة بتظهر بشكل مفاجئ بتطور او بتخلي علاقة عائلية تسوء بالفترة هاي حاول قدر الامكان انك تكون حذر من هاي النقاط برضو بتخليك تقلق على احد افراد العائلة بشكل كبير اما بالنسبة لنبتن نبتن في البيت السادس يعني بيعمل نوع من انواع المخاوف او الوساوس على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فبيخليك تشك اما باشخاص بتآمروا عليك او بعمل او باشخاص بعملوا معك موظفين زملائك وبرضو في حال المرض دايما بتيجي الشكوك دايما على الامراض المستعصية او القلق او الخوف او يعني زي الوسواس بصير عند الواحد من الامور اللي الها علاقة بالامراض والاوجاع اما بالنسبة لأورانوس فهو في البيت الثامن فبيحدث بعض الاشياء المفاجئة اللي الها علاقة بالاموال المشتركة او الاموال اللي ما بتعود لك او امور الها علاقة بقضية مالية او امور الها علاقة ببنك بقروض ديون اقصات بتظهر هاي الاشياء بشكل مفاجئ اما انك بتعالج كل هاي المسائل بكل سهولة واورانوس بدعمك فيها بقوة واما بتظهر مشاكل على هذا المستوى او على هاي الاشياء اللي احنا بنحكيها بشكل مفاجئ فبتضغط عليك بشكل كبير بدك تكون حذر وتكون دائما جاهز ومجهز اوراقك ومعاملاتك تكون قانونية بتلاقي الامور كلها بتصير لصالحك وصلنا للتوقعات الاسبوعية طبعا من اليوم الخميس وحتى فجر يوم السبت القمر موجود بالعدراء فبيطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم بسيطر عليكم التعب الشديد فترة يعني ضاغطة لانه اول اشياء معروف انه العذراء بيت متاعبكم ممكن تفكر في الغاء الموعيد والابتعاد عن الاضواء حاول انك تحمي نفسك من المحتالين تهدأ الوتيرة وبتتراجع الارباح والحيوية فترة محبطة جدا ومخيبة للامل ولكن من فجر يوم السبت وحتى صباح يوم الاثنين القمر بصير موجود عندك فعشان هيك بتبدأوا الفترة هاي فترة افضل من سابقتها بتعدلكم ثقتكم بانفسكم بتنجحوا بتدفع بمصالحكم شعبيتكم في تصاعد بتستعيد حماستك وبتنهمك بادخال تعديلات او تغييرات على روتينك او على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك من صباح يوم الاثنين وحتى صباح يوم الاربعاء القمر بصير موجود في العقرب فبينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة بتكون متاحة للحصول على مال بيكون على الاغلب من عمل اضافي هاي الفترة حافلة بالاعمال والمسؤوليات اهم ايش انك تفاعل بالخير وانطلق اسعى للوفاق والحلول الوسط ولطف الاجواء وحسن علاقاتك وانشغالاتك على الصعيد المالي من صباح يوم الاربعاء وحتى ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود بالقوس فعشانيك بتنشطو في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات فترة مناسبة لاجتياز امتحان بتعزز العلاقة مع اخ او جار ممكن تدعمك الحضوض وتكون جريف التعبير عن رأيك وتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الاجواء اللطيفة ممكن تحمل لقاء عاطفي او مصالحة او ورشة عمل لتأهيل قدراتك من ظهر يوم الجمعة طبعا القمر بصير موجود بالجدي بتفضلوا التركيز حول يعني على شؤونكم البيتية والعائلية بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مساكنكم بتبدو يعني في الفترة هاي عندك نوع من انواع الاضطراب او مرهف الحس بعض الشيء بتشعر بالارتباك او ممكن تغضب بسرعة اتجنب الخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم القاء اللوم على الاحباء يعني الفترة هاي بتحمل نوع من انواع الانشغالات او الاعمال اللي لها علاقة بالوضع العائلي او المنزلي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء